أمهاته وتنميذ السنة الثالثة ابتدائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ننطلق في دروس السنة الثالثة ابتدائي ونبدأها بحصة فهم المنطوق الأسبوع الأول المقطع الأول النص الأول سيكون حول مائدة الطعام هذا هو النص المنطوق وكما تعلمون أن النص المنطوق أصبح مهما جدا ويدخل في حساب ونقاط الإختبارات نقرأ النص مع بعضنا البعض حول مائدة الطعام حان وقت العشاء كل أفراد العائلة جلسوا حول طاولة الطعام وبسرعة أفرغ وسيم في صحنه كمية كبيرة من الكسكس ثم مد يده لأخذ قطعة لحم كبيرة كانت أمام أخيه الأم ما هذا التصرف يا وسيم؟ كل مما يليك فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وسيم أريد قطعة اللحم الكبيرة فأنا جوعان الأم لا تؤثر نفسك بأكبر قطعة وأحسنها فهذه أنانية الأبو احترم آداب الأكل مع الجماعة يا بني واقنع بالجزء المخصص لك فقط ولا تبدأ الأكل قبل الآخرين حميد صحيح يا أبي لا بد أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه وأن يحترم آداب الأكل مع الجماعة حتى يحترمه الآخرون ويرضى عنه الله ورسوله إذن هذا هو النص المنطوق بعد النص المنطوق تسأل المعلمة مجموعة من الأسئلة لدينا أين جلست العائلة؟ هذا سؤال المكان جلست العائلة حول طاولة الطعام جلست حول طاولة الطعام ماذا فعل وسيم؟ لا ومتى أولا أين جلست العائلة؟ ومتى؟ جلسوا وقت العشاء جلسوا وقت العشاء هذا سؤال الزمان ماذا فعل وسيم؟ ماذا فعل وسيم؟ وبسرعة أفرغ وسيم في صحنه كمية كبيرة من الكسكسي، ثم مد يده لأخذ قطعة كبيرة من اللحم كانت أمام أخيه. هذا هو الشيء الذي فعله وسيم. اختر الإجابة الصحيحة. تصرف وسيم يدل على اللباقة، الطيبة، الأنانية، أم الشراحة؟ تصرف وسيم يدل على الأنانية ويدل على الشراحة. النبت أمه، ماذا قالت له؟ ماذا قالت له؟ قالت الأم ما هذا التصرف يا وسيم؟ كل مما يليك. هكذا قالت الأم. لماذا يريد وسيم قطعة اللحم الكبيرة؟ لماذا يريد؟ قال أريد قطعة اللحم الكبيرة فأنا جوعان لأنه يشعر بالجوع. ماذا قال له والده؟ قال له والده، احترم آداب الأكل مع الجماعة يا بني، واقنع بالجزء المخصص لك فقط، ولا تبدأ الأكل قبل الآخرين. ما رأيك في كلام حميد؟ حميد ماذا قال؟ قال صحيح يا أبي، لا بد أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه. إذن ما رأيك في كلام حميد؟ رأيه جيد، رأيه صائب ومحق. صحيح الجملة وانطقها. لا تخص نفسك بأصغر قطعة وأسوأها. لا تخص نفسك بأكبر قطعة وأحسنها. هكذا وردت في النص. لا بد أن تبدأ الأكل قبل الآخرين. لا. لا بد أن تحترم الأكل. لا بد أن تحترم. ولا تبدأ الأكل قبل الآخرين. لا بد أن تحترم. لا بد أن تحترم. لا تحترم الأكل قبل الآخرين. بعد ذلك تأتي بعد حصة فهم المنطوق تأتي حصة التعبير الشفوي وهو التعبير عن المشهد جهزتها لكم. التعبير الشفوي. هذا هو المشهد. نعبر عن هذا المشهد. جهزته هنا. اجتمع كل أفراد الأسرة حول مائدة الطعام. مد وسيم يده لأخذ قطعة كبيرة من اللحم. كانت بعيدة عنه. فنصحته أمه قائلة عليك أن تلتزم بآداب الأكل. سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال له الأبو اقنع بالجزء المخصص لك وعليك أن تحترم آداب الأكل مع الجماعة وإياك أن تبدأ الأكل قبل الآخرين. إذن هذا هو التعبير الشفوي. نعيد قراءته. اجتمع كل أفراد الأسرة حول مائدة الطعام. مد وسيم يده لأخذ قطعة كبيرة من اللحم بعيدة عنه. فنصحته أمه قائلة عليك أن تلتزم بآداب الأكل. سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال له الأبو اقنع بالجزء المخصص لك وعليك أن تحترم آداب الأكل مع الجماعة وإياك أن تبدأ الأكل قبل الآخرين. إذن هكذا نكون قد أنهينا حصة فهم المنطوق والتعبير الشفوي وهي الحصة الأولى في اللغة العربية. أتمنى أن أكون قد أفدتكم. تابعوني سأكمل جميع حصص الأسبوع لهذا الأسبوع. في أمان الله.